بسم الله الرحمن الرحيم محاسبة التكاليف والإدارية 2 تابع الوحدة السادسة إعداد الموزنة الاستثمارية في المحاضرة السابقة تعرفنا على كيفية حساب صاف القيمة الحالية للمشروع الاستثماري نأخذ مثال واحد تفكر شركة السلام في شراء ماكينة تغليف أوتوماتيكية يترتب عليها إلغاء تغليف اليدوي وتحقيق صافي وفرات نقضية هنا دي وفرات في التكاليف والوفرات في التكاليف تعامل معاملة التطفقات النقضية الدخلة الوفرات النقضية دي 10.000 ريال سنويا لمدة 5 سنوات وليس للمكينة في نهاية عمراء الانتاج والمقدر ب5 سنوات قيمة ريدية فإذا علمت أن سعر شراء المكينة 32 ألف ويخضع الشراء لضريبة مبيعات 4% هذا ويتطلب التغليف الأوتوماتيكي تعديل التغذية الكهربائية بتكلفة 242 ريال وأن تكلفة رأس المال 12% المطلوب تقييم إمكانية قبول أو رفض المشروع الاستثماري باستخدام طريقة صاف القيمة الحالية علما بأن معامل القيمة الحالية المجمع اللي هو الدفعات لمدة 5 سنوات بتكلفة رأس مال 12% هو 3.6048 الملاحظ في المثال ده أن تطفق النقض هنا منتظم منتظم العشر تلاف تطفق الداخل لمدة 5 سنوات سبتين لمدة 5 سنوات يبقى دول ينضربوا فيه معامل مجمع اللي هو أكبر من 1 صحية 3 وشوية يبقى حل المثال 1 التطفقات النقضية الداخلة 10.000 ريال سنويا لمدة 5 سنوات وتكلفة رأس المال 12% التطفقات النقضية الخارجة مش جاي جاهزة اللي هي تكلفة الاستثمار أبرا عن إيه بقى ثمن الشراء كان مواطع ب32 ألف أضيف عليه ضريبة المبيعات 4% يبقى دي قيمة الضريبة ضريبة المبيعات اللي هي بأخذ ثمن الشراء أضربه في اللي هي نسبة 4% زائد تكلفة التعديل تكلفة التعديل إن الآلة الجديدة عايزة تعديل في التغذية الكهربائية لما نصف دي تطلع 33.522 وابتأ أشوف القيمة الحالية لتطفقات الداخلة لما كان 10.000 دول سابتين سنويا أروح ضريبهم في معامل القيمة الحالية لمدة 5 سنوات وبتكلفة رأس مال 12% اللي هو 3.6048 كان معطى حاصل ضربهم يطلع 36.048 ناقص القيمة الحالية للتدفقات الخارجة اللي هي تكلفة الإستثمار اللي احنا طلعناها دلوقتي حاليا طلعناها ب33.522 الفري بينهم بنبقى كده بطبق العلاقة الرياضية الخاصة بصاف القيمة الحالية فري بينهم يطلع صاف القيمة الحالية بالموجب لذا يقبل المشروع لما ترحل من بعض 2526 طلع موجب لذلك يقبل المشروع ترجمة نانسي قنقر